صباح الخير شونكم طالباتي طالبات الصف الرابع الاعدادي رجعت وياكم لتكملة منهج مادة الكورس الاول راح اشرح لكم ان شاء الله اليوم اليونت الثالث بنات بس هو مداخل في امتحان نصف السنة اوكي بنات فقط امتحان نصف السنة داخل اليونت الاول والثاني هذا اليونت الثالث مجرد تكملة لمادة الكورس الاول اوكي بنات فنجي على مادة الكورس الاول اليونت ثري lesson 2 باعوا لي بنات lesson 1 هذا موجود هنا lesson 1 بنات مجرد معاني هذا الموضوع مجرد معاني أجي أنا أول شي أشرح لكم المعاني أهم شي أنا عندي المعاني أكيد مهمة بس أول شي نكمل المعاني بعدها نرجع على المعاني نشرح أوكي بنات في unit 3 lesson 2 lesson 2 we have the present perfect simple tense شنو عندي بنات زمن المضارع present المضارع perfect التام symbol البسيط شعندي يا زمن إحنا هناني زمن المضارع التام البسيط من اسمه بنات تام يعني شنو تام بنات يعني تصريف ثالث من تشوفين كلمة perfect يعني تصريف ثالث المو الحالة الأولى الحالة الأولى للفعل اللي هي present الحالة الثانية اللي هي past الحالة الثالثة للفعل اللي هي perfect past participle تصريف الثالث للفعل فرح نيجي أول شي قبل ما أبدلكم بالقاعدة رح نيجي أول شي شوف الظروف الدالة على هذا الزمن ليش بنات لأن هذه الظروف جدا مهمة جدا مهمة يعني مو بس ظروف يجيني بنهاية الجملة أو بداية الجملة يعبرني عن الزمن الفعل لا هذه الظروف الدالة على هذا الزمن جدا مهمة لها استخدام وكل استخدام يختلف عن الثاني العفو فنيجي أول شي على الظروف اللي هو من هو sins منذ sins هذه الشي عبر بنات sins يأتي مع فترة زمنية غير محددة يأتي sins مع فترة زمنية غير محددة طبعا هاي كلية هاي الظروف أنا رح أشرحها وأقول لكم استخداماتها بس داخل الجمل رح تفتهمون أكثر بنات فإذا السنس تأتي مع فترة زمنية غير محددة الفور تأتي مع فترة زمنية محددة عدش الالريدي والجاست الالريدي والجاست وين يكون موقعها بنات موقعهم وين يكون بعد الفعل المساعد بعد يكون موقعهم في زمن المضارع التام البسيط بعد الفعل المساعد اللي هو منه والأفعال المساعدة اللي خاصة بهذا الزمن اللي هي الهاز والهاف الهاز والسنجولر والهاف والبلورال وين احنا أول شي موقعها بعد الفعل المساعد ويا من مع الجمل المثبتة فقط الالريدي والجاست بعد وين يكون موقعهم الالريدي والجاست بعد الفعل المساعد ومع الجمل المثبتة مع الجمل المثبتة نجي على الأفا وين يكون موقعها؟ موقعها بين الفاعل بين الفاعل والفعل الرئيسي اللي هو منه والفعل الرئيسي بين قوسين تصريف الثالث وتأتي مع الجمل الاستفهامية انتبهولي مع الجمل الاستفهامية ال Already وال Just مع الاثبات وين يكون موقعها؟ بعد ال Has وال Have الأفا وين يكون موقعها؟ بعد الفاعل والفعل الرئيسي يعني يكون موقعها بالوسط الفاعل والفعل الرئيسي وهي تكون بالوسط وين تجي مع الجمل الاستفهامية نجي على الظرف الآخر اللي هو Never إذا وجدت في الجملة فتعتبر نفي Never أبدا أبدا هي أصلا دلالة نفي معناها أبدا ما صاير هذا الشيء فإذا هي أصلا نفي فإذا وجدت في الجملة تعتبر نفي ولا نحتاج إلى استخدام not أوكي بنات وتأتي مع الجمل المثبته وتأتي مع الجمل المثبته هي صحيحة تجي مع الجمل المثبته بس تطيني معنى نفي معناها نفي بس هي تعتبر نفي مثبته تأتي مع جمل المثبته بس هي معناها المعنى مالتها Never أبدا نفي وين يكون موقعها موقعهم بعد الهاز والهاف أوكي بنات نجي عليه آخر شيء اليت اللي هاي دائما يعني مستخدميها إحنا ونعرفها تأتي في نهاية الجمل المنفية والاستفهامية تأتي في نهاية من هي اليت؟ تأتي في نهاية الجمل المنفية والاستفهامية طبعا هاي جدا مهمة أريدكم تحفظوها أوكي هسا الاردي والجص مع الجمل المثبته وين يكون موقعها؟ بعد الفعل المساعد اللي هو الهاز والهاف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احنا نشرح بس الطالب شون يفتهم عن طريق الامثلة شي يقول لي هدانا بنات ها فيو اذا ريدن اكار ريدن شنو معناتها ريدن يعني ركبتو سيارة قدت سيارة ريدن ريدن معناها قدتو ها فيو اذا هسا نجي على الاذا الاذر بنات انا جدت لكم وين يكون موقعها بين الفاعل والفعل الرئيسي بين الفاعل والفعل الرئيسي ومعايا جمل الاستفهامية الاستفهامية اوكي بنات اذا اول ظرف اخدنا اللي هو الاذا هنا الاذا شوفوا بنات ويايا جمل جايني مع الاستفهام وين موقعها بين الفاعل والفعل الرئيسي نجي another example شوفوا 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 بس شنوش جايني بنات هنا نفا أبدا لم تسافر إذن أنطاني النفا بصيغة النفا فإذا إجدت النفا بالجملة بعد ما نحتاج نستخدم النط ليش لأن هي تعبر عن النفي وش شوفوا الجملة أكو بيها نط لا جملة مثبتة بس النفا هي تعتبر نفي وين هنا إجا موقعها بعد الhas والhave وين هنا النفا إجا موقعها بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي نجي another example they haven't met the manja yet شوفوا اليت اليت وين إجتني بنهاية الجملة يا جملة من فيه حتى لو كانت جملة استفهامية هم راح نستخدم بالنهاية إذا كان yet أوكي بنات هاي أول شي إجيت على الظروف الدالة هسا راح نجي شنو نشرح الحالات الزمن عندي الحالة الأولى اللي هي affirmative negative بنات راح أدمجهم اثنيناتهم عالمود يصير الفيديو قصير أوكي بنات راح نجي أول شي على أقسام على حالات الزمن the present perfect symbol tense زمن المضارع التام البسيط أول شي أجي على قاعدة affirmative negative قاعدة الإثبات والنفي اثنين هم قلتلكم دمجتهم عالمود الفيديو يقل أول شي شندي we have singular subject الفاعل المفرد اللي هو من هو he والشي والإت والسيجولر ناون من هو السيجولر ناون الاسم المفرد the boy the girl my father my mother the school my teacher أي شي فاعل اسم مفرد الاسم المفرد شو راح ياخذلي بحالة affirmative حالة الإثبات has وإذا أريد أن فيها شو راح أقول لي أضيف لي not راح أختصرها أقول لي hasn't بعد أنتو كبار ما يرادلكم أنا أقولكم الhas وnot الاختصار مالتها هذا بعد أنتو تعرفون أكيد فإذن إذا كان الفاعل السيجولر اللي هو منو الهي والشي والإت والسيجولر ناون الاسم المفرد شو راح يكون بعده بحالة الإثبات has أو حالة النفي hasn't إذا كان الـ subject plural الفاعل الجمع اللي هو منو الـ they الـ you الـ we والآي والـ plural ناون الاسم الجمع the boys the girls the teachers my brothers my sisters my friends my parents والدية هاي كلهم يسموهم plural ناون اسم مفرد شو راح ياخذوا بنات في حالة الإثبات have إذا أريد أن فيها أضع لnot شو راح يصير haven't أوكي بنات هذولي كليتهم في حالة we have subject and auxiliary verb and past participle تصريف الثالث للفعل and the rest of the sentence تكملة الجملة أوكي بنات راح أجي هسه أطبق على الأمثلة أطبق على الأمثلة شو راح يجيني بالامتحان أكثر من صيغة للامتحان شو راح يقول لي first of all they they between brackets see a snake in the garden in the garden they هم see رأوا a snake أفعى in the garden في الحديقة شو راح يقول لي بنات هنانا عندي ظروف دال على هذا الزمن ما عندي أي كلمة أي كلمة من هذول بنات الظروف ما يجتب هذا المثال فإذن بين قوسين هو راح يقول لي correct the verb in the present perfect simple صححي للفعل ما بين القوسين على يا زمن المضارع التام البسيط إذن راح أجي على هيا قايل لي نفي ما قايل لي نفي قايل لي question ما قايل لي question إذن راح أحل بحالة الإثبات ش راح أقول لي هنانا بالحل حسب القاعدة we have subject الفاعل موجود حسب القاعدة لازم شنو يجيني بعد الفاعل auxiliary verb الفعل المساعد إذن ما دام الفاعل جمع إذن ش راح ياخذ have التصحيح مجرد هي تجاوبيني حتى بالامتحان بنات they ش راح ياخذ بعده have have sorry القلم they have وتصريف الثالث للفعل المضارع الماضي التصريف الثالث seen have seen إذن هذا تصحيح الفعل أوكي بنات شون عرفت زمن مضارع تام بسيط هو قايل لي بين قاوسين لأن ما عندي ضرف دال على الفعل ما عندي ضرف دال على يا زمن فإذن ما دام ما عندي ضرف دال على الزمن هو راح يقول لي المطلوب بعضين القاوسين وما دام المطلوب بين القاوسين present perfect symbol زمن مضارع تام بسيط أروح على القاعدة إذا كان الفاعل جمع شو راح ياخذ have وبعده راح يجيني شنو past participle تصريف الثالث للفعل اللي هو see شنو seen أجي another example she already she already clean the room correct the fear صحح الفعل أنا من قل لي صحح الفعل يعني شنو لازم ينطيني دلالة الزمن لازم ينطيني دلالة الزمن دلالة الزمن شون أعرف بنات من الظرف الدال العليه اللي هو من هو أنا عندي already already بس تنتبهون تنتبهون ليش لأن already وين يكون موقعها بنات من شرحت هاي هس يكون موقعها بعد الhas والhave بعد الhas والhave إذن هنا أنا مو قبل تجين بس تحلين تقولين الشي تاخذ هاز أقول لهاز والكلين صير clean no no هاي جدا مهمة بنات راح تتغير الجملة هنا أنا هنا أنا من يقول correct the verb صححح الفعل يعني شنو حسب أنا من هو المضارع التام البسيط شون عرفته من already بس ما راح أجي أحلها قبل ليش لأن already إله استخدام خاص هس راح نجي نعرف ما دام أنا عندي شي فاعل مفرد وزمن مضارع تام بسيط ش راح ياخذ راح أقول لي she has already والكلين تصريف الثالث مالت هو الماضي نفس she cleaned cleaned تكملة الجملة دارون فإذن هنا already وينيكون موقعها بنات وينيكون موقعها بعد الفعل المساعد بعد ما يصير تقول لي she already has cleaned خطأ بنات خطأ ليش لأن already وينيكون موقعها لازم بعد الفعل المساعد إذن she فاعل مفرد ش راح ياخذ has الhas وبعد هج لازم ش أنزله already بعد هج التصريف الثالث للفعل الفعل clean بالماضي وبالمضارع بالتصريف الثالث هو cleaned أجي هنا النوع الثالث من الجمل شون يجيني بالامتحان بعو ليبنات راح يجيني هنا اختيارات have lived will live has lived here since i was born شوفوا بنات سنز هنا ما قايل زمن المضارع التام البسيط لا جايب دلالة اللي هي من ي سنز ما دام شفتوا سنز بالجملة بنات إذن هذا يا زمن مضارع تام بسيط وما دام الفاعل i إذن ش راح ياخذ ش راح ياخذ بنات أول شي أنا من أجي أشوف الأمثلة الاختيارات ش منطيني منطيني من ضمن الاختيارات الول إحنا شنو نعرف ها بنات الول دلالة future المستقبل إذن قبل هذا أحثه قبل أحثه ليش لأنه وال مستقبل أنا عندي زمن مضارع بلورال جمع ش راح ياخذ have lived ليش لأنه has with the singular أج another example هس آني أخذت هذول كل الأمثلة على حالة الإثبات راح أجي أخذ negative she not clean the room yet present perfect symbol أو ش راح يقول correct the verb correct the verb صحيح الفعل إذا قال لي correct يعني شنو معناته هو منطيني دليل بالجملة لأنه ما يصير يقول لي بس correct صحح الفعل زين آني كل الأزمنة بيها نفي شو معنرفني آني فإذن ما دام قال لي correct إذن أكو دلالة على الزمن اللي هو منو yet إحنا جقلنا yet أكو هنا استفهام ماكو استفهام إذن شنو not نفي ليش لأن yet تأتي في نهاية الجملة المنثية والاستفهام إذن ما دام عندي الفاعل شي فاعل مفرد إذن شراح ياخذ has وبالنفي شراح أصير hasn't clean تصريف الثالث إلى والماضي cleaned أوكي بنات تمام أجي another example we not go to the party هم يعني present perfect symbol شوفوا هنا ما نطعني دليل على الزمن ما نطعني دليل فهو حدد للزمن بين قوسيا مضارع تام بسيط أوكي بنات فما دام الفاعل جمع إذن راح ياخذ الفاعل الجمع ونفي haven't والتصريف الثالث للgo الgo went gone تصريف الثالث gone فإذن أخذنا الحالة الأولى والثانية اللي هي الaffirmative والnegative وأخذت الأمثلة اللي دال عليهم هسا راح أجي شنو بنات على حالة الثالثة اللي هي question short answer حالة السؤال والجواب القصير بحالة السؤال وجواب قصير أنا ما دام عندي auxiliary verb الفعل المساعد موجود بالجملة وقال لي استفهام إذن راح أقدم الفعل المساعد موجود بالجملة وش راح أخلي بالأخير question mark طبعا مو بس على هذا الزمن جميع الأزمنة باللغة الإنجليزية إذا قل لي بين قوسين question سؤال وقال لي عندي فعل مساعد بالجملة هو هذا نفس الفعل المساعد اللي راح أقدمه بالبداية على الفاعل وش راح أخلي بالأخير question mark أجي has have وشوفوا شون مكتوب capital letter capital letter has have plus subject زائدا الفاعل الhas منه الفاعل المالي الهي والشي والإت والسنجولار ناون والhave ذي اليو والوي والآي والبلورال ناون هو الhas والhave plus subject plus past participle تصريف ثالث الفعل on the rest of the sentence والquestion mark شوفوا شون مكتوبة capital كبيرة حتى بالامتحان هجارتكم تكتبوها كبيرة أجي على الأمثلة أجي على الأمثلة شون يجيني بالامتحان بنات يجيني عندة صيخ بالامتحان مو صيغة وحدة يجيني dash between brackets they see a snake on the tree أفعى على الشجرة شراح يقول لي هنا بنات present perfect symbol زمن مضارع تام بسيط أنا من قلت لكم مني حدد لي بين قوسيا الزمن اللي أستخدمه يعني هنا ما نطاني دلالة الظرف أوكي بنات فإذن ما دام زمن مضارع تام بسيط أروح على القاعدة أشوف شنه القاعدة وشنه بنات ديروا بالكم استفهام يعني ما دام استفهام يعني شنه راح يجيني بالبداية بالفعل المساعد الفاعل منه they الthey شو راح ياخذ have إذن شو راح أقول لي آني هنا ما راح أقول لي they have no have they راح أقول لي have they and past participle للتصريف الثالث الفعل اللي see اللي هو منه seen have have they seen هذا راح يكون الجواب أعيد آني هنا نشرح ينطيني بنات بين قوسيا they see a snake on the tree present بين between brackets المطلوب present perfect symbol زمن مضارع تام بسيط ما دام زمن المضارع التام البسيط وجملة استفهامية والفاعل they إذن they شو راح ياخذ فاعل جمع اللي هو منه راح ياخذ auxiliary verb have بس شو راح حكيت بكابة اللي ترليش لأن جملة استفهامية have شو راح يجيني بعد السبجكت اللي هو منه they on the past participle اللي هو see seen have they seen أروح على النوع الثاني بالامتحان أو إذا أريد أجاوب هذا قبل ما أجي أحل على المثال الثاني have they seen a snake on the tree من أريد أجاوب طبعا الyes والنو شو كت أجاوب yes و no إذا كان السؤال افعل مساعد يعني إذا كان السؤال بال is بال are بال was بال where بال has بال have يعني شفتي بداية السؤال has have was where do does شو رح يكون الجواب بنات رح يكون جواب قصير اللي هو من والyes والno شوان أكتب إهناني من أريد أجاوب جواب قصير شو رح أقول لي إما أقول لي yes شوفوا كابة لتا yes yes they have إذا yes لازم إهن have إثبات وذا قتلي no they haven't ليش haven't لين عندي no نفي أجي another example you come in the desert write a question أكتب سؤال شوفوا بلات الصيغة اختلفت مع للامتحان write a question أكتب سؤال with أف مع ever شوفوا أنا هنا قايل لي نوع الزمن قايل لي present perfect symbol زمن مضارع تام بسيط لا بس اش قايل الظروف ever إذن شو راح أقول لي آني راح أقول لي أروح على الفاعل أشوف الفاعل من هو الفاعل you اليوش ياخذ have إذن شو راح أقول لي have you ever combed in the desert في الصحراء و the question mark ليش هنا شوفوا هسا تجي طالبة تقول لي الستة هنا شو عرفت تستخدمين الأذر هنا لأن أقول لك حسب القاعدة حسب قاعدة الأذا حسب قاعدة الأذا هاي موقعها بعد بعد الفاعل وبين بين الفاعل والفعل الرئيسي وتأتي مع الجمل الاستفهامية ليش قلت لكم هاي الظروف مهمة أحفظوها ليش لأن شوفوا شون إجاني بالامتحان بنات الطاني جملة you الطاني فاعل وفعل رئيسي وقال لي استخدم write a question اكتب سؤال with ever باستخدام الأذا شون راح أستخدمها راح يكون موقعها بعد الفاعل الأذا هنانا شنو قبلها فاعل وشنو وراها فعل رئيسي هو past participle إذن من أريد أحاولها حالة استفهام ش راح تكون الجملة حسب الفاعل أخذ الفعل المساعد أنا عندي الفاعل you ش راح يأخذ have have بعد شون كاتبتك capital have you ever calmed in the dessert خيمت هل أنت أبدا calmed خيمت in the dessert في الصحراء يا إما أقول لي yes I have هنا اليوش راح تقلب إذا أرد جاوب يا إما أقول لي التقلب إلى I يا إما راح أقول لي yes I have أو no I haven't فراح يكون الجواب يا إما راح أقول لي yes I ليش I لأن الفاعل you ده يسأني من آني واحد يسأني يقول لي أنت آني مش راح أجاوبه أقول لي آني أنا أنا فالأنا باللغة الإنجليزيشن و I yes I have طبعا هاي اختصار الhave أو no I haven't أوكي راح أجي على النوع الثالث من صيغة الامتحان شو راح يجيني have you أو did you done your your homework done عملت your homework واجب البيت شوفوا بنات آني هناني شنو شو راح أعرف آني أختار الhave أو did آني هناني حسب الفاعل الفعل الرئيسي sorry الفعل الرئيسي هناني شبطيني بنات تصريف ثالث تصريف ثالث للفعل بعدام تصريف ثالث للفعل إذن شو راح أخذ بنات have have ليش لأنه did ماضي did ماضي ديروا بالكم بنات هناني و ليش ما أخذته سج طالبة تقول لي سجل ليش ما أخذتي لأنه المادام إذا كان عندي did بالجملة لازم هناني شنو فعل مجرد أوكي لأن الدد تعوض لي عن ماضي الفعل فإذن هذا ما أختار ليش لأن عندي هناني هذا past participle تصريف ثالث للفعل ما دام تصريف ثالث للفعل إذن ش راح أخذ لي have you done your homework أوكي بنات كمل الشرح مال هذا الموضوع إش أريد منعدكم هذا test اختبار اختبار تقرؤ تنقلوا بالدفتر الشرح كلية بنات هس راح أعطق لكم إلى صور أنا أزل لكم هذا الشرح أريده تكتبوا بالدفتر وتقرؤ تفهموا وأريد هذه we have six sentences test اختبار راح أنزل لكم إياها ويا الشرح وأريدكم بعد ساعة بعد ساعة بينما تنقلون وشوية تفهمون المادة تحفظوها أريد هذا الواجب تزوليها بالأوراق كل طالبة تكتب اسمها وتحليها أوكي بنات الموافقية للجميع ترجمة نانسي قنقر